ايه اللي كان بيحصل قبل تدشين المشروع القومي للصوامع عندك عشرة مليار جنيه سنوي خساير بتتحملها الدولة بسبب الفاقد الكمي والنوعي للأمح من عشرة لخمستاشر في المية فقد اروح جاي عامل ايه بقى من 14 ل 23 اقولك بقى 35 صومعة جديدة طيب 60 صومعة حقلية جاري تنفذها واحنا بنتكلم كده بساعة عشرة تلاف طن طيب من 14 ل 23 نسبة زيادة الساعة التخزينية قد ايه اش يلي قولك اصلا كان عندنا 200 في المية طيب والشوان 105 شونة الترابية بتاعت زمان ودي كانت خلق يعني خلاص بقى ده حاجة من ايام الفرعنة تم تحولها لهناجر متطورة باجمالي طاقة تخزينية حوالي 211 ونص الف طن انا عندي سبع مستودعات استراتيجية بشتغل عليها عشان ازود المخزون السلعي ووصله من 8 ل 9 شهر مخزون يعني نقدر باذن الله سبحانه وتعالى اخلي مخزون الامح بتاعي يوصل ل 9 شهر فبشتغل على كده طب انا دلوقتي قدراتي التخزينية قد ايه تقريبا من المتوسط 5 شهور ايه من 4 ل 6 فانا بزود قدرات التخزينية حتى نوصل ل 9 شهر ترجمة نانسي قنقر